الشيخ اسماعيل أنت تدرك تماما التطور الهائل في وسائل التكنولوجيا كيف يمكن استغلال هذه الوسائل في الدعوة إلى تسامح وأيضا على حظ الخير في الحقيقة ليست هناك دعوة هي أعظم تسامحا من الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم حضر مجلسه من كان من أتباعه ومن غير أتباعه وقال له الله تبارك وتعالى وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي هِي أَحْسَنِ فليس هناك مجال في هذا الدين لاستعمال قوة سواء كانت قوة لسان بسب أو شتم أو لعن أو بقوة يد وليس هناك مكان للكراهية في هذا الدين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عنه ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وليس للمسلمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقد قيل بأن العالمين جمع عالم والعالم كل ما يكون علامة على وجود الله فرحمته صلى الله عليه وسلم ليست للعقلاء من ملائكة وإنس وجن بل رحمته صلى الله عليه وسلم عامة لكل شيء فليس هناك مكان للكراهية في هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أول ما ينبغي لنا أن نلتزمه هو أن نلتزم ذلك الخلق في تعاملنا من خلال هذه السبل ومن خلال هذه الشبكات قد يجد الإنسان من يسب من يشتم من يطعن فيه من يلعن عليه أن يلتزم خلق النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا طعانا ولا لعانا عليه أن يكون واسع الصدر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واسع الصدر هذا شق كبير من الدعوة إلى الهداية التي جاء بها من خلال هذه الشبكات ومن خلال هذه الوسائل وعلينا أيضا أن نبدأ بإبراز الأمور التي يطلبها كل إنسان وفي الحقيقة المطلب العظيم الذي تحتاج إليه البشرية هو الخلق فعلينا أن نعرض أخلاق أن نعرض جانب أنت تعلم أن هناك ترويجات يروجون لأمور هي في الحقيقة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منها بل كان بعيدا عنها غاية البعد فضلا من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متصفا بها هذه الأمور علينا أن نثبت عكسها للبشرية علينا أن نثبت لهم أنه رحيم كما أخبر عنه رب أنه رحيم وأنه كريم وأنه واسع الصدر وأنه منقذ البشرية وأنه وأنه إذا استطعنا أن نعرض ذلك تمام العرض لوصل الناس إلى القناعات التي وصل إليها الفلاسفة والحكماء والمؤرخون الذين لم يكونوا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهم ذلك يوقنون تمام الإيقان أن هذه الشخصية ليست شخصية المسلمين وإنما هي شخصية الإنسانية كلها نعم